ومشاهدين بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من هنا سوريا أودعكم وأترككم مع هذه المادة حول عادات وطقوس رمضان لدى اللاجئين السوريين في تركيا أعود وألقاكم بمدن بإذن الله موسيقى يبقى السوريون محافظين على عاداتهم وطقوسهم الرمضانية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تحيط بهم هنا في بلاد اللجوء فلم تنل مرارة اللجوء لدى السوريين من عزيمتهم فهنا في ولاية شانلي أورفا التركية تشق الابتسامة ثغر اللاجئين السوريين في أجواء رمضانية اعتادوا عليها في مدنهم قبل رحلة اللجوء الحمد لله نحن السوريين يعني رغم أن نطلعنا من بلادنا وجينانا هون يعني لساتنا حكلادنا هي هي ومشروباتنا هي هي وما منتخلى عن عاداتنا وتقاليدنا يعني بساعة السوس والتمر الهندي والمعروك يعني حتى لما قدرنا نشتريهم من سبيهم بالبيت الحمد لله كتاب منك شو بدير لك بس من نسبة للوضع المادي اللي عم يشتغل عايش واللي ما عم يشتغل وضعه بثير تعبير تختلط الأسواق بين الأتراك والسوريين فطبيعة المكان واحدة والفرح باستقبال الشهر الكريم يتقاسمه اللاجئ والمقيم فتكتظ الأسواق والمحال التجارية ويسعى الصائمون على اختلافهم لتوفير السفرة الرمضانية التي ما زالت تحافظ على طقوسها يحافظ السوريون على عاداتهم هنا في أورفا التركية رغم الظروف الاقتصادية التي أحاطت بهم لكن ضيق الحالي لم يمنحهم من استقبال شهر الصيام بكثير من الأمل متمنين أن يكون رمضان القادم في مدنهم وقرائهم لأوريانت نيوز فاد الأصمعي مدينة أورفا التركية ترجمة نانسي قنقر